اشتركوا في القناة قول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم قولوا عز وجل أحل لكم أي أحل الله لكم وأباح ليلة الصيام أي الليلة التي تصومون فيها الرفث إلى نسائكم والرفث هو الجماع ومقدماته وكان في أول أمر كان الرجل إذا نام أو صل العشاء فإنه يمنع من قربان امرأته فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم حتى كان بعضهم يخون نفسه ويأتي أهله فلما علم الله تعالى حاجة العباد إلى ذلك نسخ هذا الحكم وأحل لهم ذلك ولهذا قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم هن لباس لكم أي ستر لكم فهي كالستر والرجل أيضا كذلك لأن كل واحد من الزوجين في حاجة إلى الآخر هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم قولوا علم الله أي علم علما يترتب عليه الثواب والعقاب لأن علم الله تعالى نوعان علم بالشيء قبل وقوعه وعلم بالشيء بعد وقوعه فقوله عز وجل علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ليس المراد أنه سبحانه وتعالى لم يعلم إلا في تلك الساعة أو في تلك اللحظة بل إن علمه سبحانه وتعالى متقدم على ذلك فالمراد بقوله علم الله أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب وإلا فإنه سبحانه وتعالى عالم بكل شيء يعلم ما كان وما يكون لو كان كيف يكون علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم أي تخونون أنفسكم وتظلمون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم تاب عليكم أي قابل توبتكم وأحل لكم هذا الحكم الذي كان محرما عليكم وعفى عنكم أي سامحكم فالآن باشروهن الآن ضرف للزمن الحاضر فالآن باشروهن أي جامعوهن وابتغوا أي طلبوا ما كتب الله لكم أي ما قدره سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ من رزق وولد وغذ ذلك وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر كلوا واشربوا أباح سبحانه وتعالى لعباده الأكل والشرب ليلا حتى يتبين أي يتضح بيانا واضحا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض وهو بيض النهار من الخيط الأسود وهو سواد الليل من الفجر قال ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد قولوا ولا تباشروهن هذا نهي من الله عز وجل لعباده المعتكفين أن يباشروا زوجاتهم في المساجد بجماع أو غيره ولا تباشروهن وأنتم عاكفون أي مقيمون ملازمون في المساجد لطاعة الله تعالى والمساجد جمع مسجد وهو كل مكان أعد وهوية لإقامة الصلوات الخمس فيه تلك حدود الله أي ما ذكر من أحكام الصيام ومن الاعتكاف وغيرها تلك حدود الله أي حرم أي موانعه تلك حدود الله أي ما حده الله عز وجل لكم فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون فهذه الآية الكريمة فيها دلالة على مسائل منها أولاً وقوع النسخ في الأحكام الشرعية لأن الله عز وجل نسخ هذا الحكم وهو تحريم الجماع للناس إذا نام قبل أن يجامع أو صل العشاء ومنها أيضاً أن المشقة تجرب التيسير لأنه لما كان هذا الأمر شاقاً على الناس يسر الله تعالى ذلك ومن فوائده أيضاً مشروعية الاعتكاف وهذا هو محل الشاهد من الآية في قوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد والاعتكاف في اللغة بمعنى لزوم الشيء والمواظبة عليه قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أي ملازمون مواظبون على عبادتها وأما شرعاً فالاعتكاف هو التعبد لله تعالى بالإقامة في بيت من بيوته طلباً لطاعته وتفرغاً لذكره بحيث ينقطع الإنسان عن الدنيا وملذاتها وشهواتها ويتفرغ في بيت من بيوت الله لطاعة الله تعالى وذكره والاعتكاف قد دل على مشروعيته كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم قال الله تبارك وتعالى وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وقال عز وجل وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهِّرَ بَيْتِيَا لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْرُّكَّعِ السُّجُودِ وأما السُّنَّة فقد ثبتت مشروعية الاعتكاف عن الرسول عليه الصلاة والسلام بأنواع السُّنة الثلاثة القولية والفعلية والإقرارية أما القولية فمنها قوله عليه الصلاة والسلام من كان معتكفا فليعتكف العشر الأواخر وأما الفعلية فإنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل واعتكف أزواجه من بعده وأما الإقرارية فإنه أقرَّ الصحابة ومنهن زوجاته عليه الصلاة والسلام فإنهن كن يعتكفن زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك أما الإجماع فقد قال الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أن الاعتكاف مسنون والمقصود من الاعتكاف أمران عظيمان الأمر الأول انقطاع الإنسان وتفرُّغه لطاعة الله تعالى بحيث يلزم مستداً من مساجد الله يتفرَّغ لطاعة الله وينقطع عن الدنيا وشواغلها وملذاتها والأمر الثاني من الأمور المقصودة بالاعتكاف تحرِّ ليلة القدر يعني أن يتحرَّى وأن يطلُّب ليلة القدر لأن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما اعتكف اعتكف العشر الأول من رمضان ثم جاءه جبريل وقال يا محمد إن الذي تطلُّب أمامك ثم اعتكف العشر الأوسط فجاءه جبريل فقال يا محمد إن الذي تطلُّب أمامك ثم اعتكف العشر الأواخر من رمضان وقال من كان معتكفًا فليعتكف العشر الأواخر من رمضان والاعتكاف إنما يكون مشروعًا مطلوبًا في العشر الأواخر من رمضان وأما في غيرها كما لو أراد أن يعتكف العشر الأول أو الأوسط أو أن يعتكف في غير رمضان فإن ذلك من باب الجائز ولا يقال إنه من الأمور المطلوبة ولهذا استدلَّ بعض العلماء بهذه الآية الكريمة ولا تُباشرُوهنَّ وأنتم عاكفون في المساجد استدلُّوا بها على أن الاعتكاف إنما يُشرع في رمضان لأن الله عز وجل ذكر حكم الاعتكاف أو ذكر أحكام الاعتكاف بعد ذكره لآيات الصيام فقال ولا تُباشرُوهنَّ وأنتم عاكفون في المساجد والمشروع للمُعتكف أن يشتغل حال اعتكافه بما يُقرِّبُه إلى الله تعالى من أنواع الطاعة من الصلاة وقراءة القرآن والذكر ومراجعة العلم وغير ذلك ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله إنه يُسَنُّ للمُعتكِف أن يَتَشَاغَلَ بالقُرَبْ يعني بما يُقرِّبُه إلى الله عز وجل وأفعال المُعتكف ثلاثة أنواع أفعالٌ مشروعة وأفعالٌ ممنوعة وأفعالٌ مُباحة أما المشروع فهو كما سبق أن يتشاغل بالقُرَب أي ما يُقرِّبُه إلى الله تعالى وأما الممنوع فهو أن يفعل ما يُنافي الاعتكاف من بيعٍ وشراءٌ وجماع أو كثرة اللغط أو الأقوال المُحرَّمة والأفعال المُحرَّمة فإن هذا مما يُنافي الاعتكاف وأما المُباح فهو كتحدُّثه إلى زائره يعني من يزوره يتحدَّث معه ولهذا ثبت في الصحيحين أن صفية بنت حيي رضي الله عنها كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في معتكفه فتتحدَّث إليه ويتحدَّث إليها عليه الصلاة والسلام حُكمُ خُروج المُعتكف من معتكفه هل يجوز للمُعتكف أن يخرُج من المسجد أو موضع الاعتكاف الجواب خُروجُ المُعتكف من معتكفه لا يخلُو من حالين الحالُ الأولى أن يكون خُروجُه ببعض بدنه فهذا جائزٌ ولا بأس به ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها كانت تُرجِّل رأس النبي صلى الله عليه وسلم كان يُدخِل رأسه إلى بيته من المسجد فتُرجِّله عائشة رضي الله عنها وهذا خُروجٌ ببعض البدن وأما الحالُ الثانية وهي أن يكون خُروجُه بجميع بدنه فهذا على أقسامٍ ثلاثة القسمُ الأول أن يخرُج لأمرٍ لا بدَّ له منه طبعًا أو شرعًا فالذي لا بدَّ منه طبعًا كقضاء الحاجة والأكل والشرب والذي لا بدَّ له منه شرعًا كالوضوء والغُسل فإذا خرج المُعتكِف لأمرٍ لا بدَّ له منه طبعًا أو شرعًا فلا حرج بذلك ولكن هذا أيضًا مُقَيَّد بما إذا لم يُمكن فعلُه في المسجد فإذا كان المسجد فيه أماكن للوضوء والغُسل وهناك من يُحضِر له الطعام والشراب فلا حاجة إلى خُروجه القسم الثاني أن يخرُج لما يُنافي الاعتكاف فحينئذ يكون هذا الخروج مُفسِداً لاعتكافه كما لو خرج للجمع أو خرج للبيع والشراء عنده دُكَّان فيخرُج في ليالي العشر للبيع والشراء فهذا الخروج مُفسِدٌ لاعتكافه والقسم الثالث أن يخرُج لطاعةٍ غير واجبة كما لو خرج لعيادة مريض أو اتباع جنازة ونحو ذلك فهذا إن اشترَط ذلك عند ابتداء اعتكافه بأن قال أشترِط عليك يا رب أن أعود فلانًا المريض أو أن أتبع جنازة فلان ونحو ذلك فلا حرج في ذلك وأما من غير شرط فإنه لا يجوز ولولا أن ذلك أعني الاشتراب في هذه الحال لولا أن ذلك ورد عن الصحابة رضي الله عنهم لما قلنا إنه يجوز فالحاصل أن خروج المُعتكف إما أن يكون ببعض بدنه أو بجميع بدنه فخروجه ببعض بدنه كرأسه ونحوه جائس لحديث عائشة وأما خروجه ببدنه جملةً أي بجميع البدن فهذا على أقسام ثلاثة القسم الأول أن يخرج لأمر لا بد له منه طبعًا أو شرعًا فهذا جائز والثاني أن يخرج لأمر ينافذ اعتكاف فهذا مفسد له والثالث أن يخرج لطاعة غير واجبة والمشروع للمُعتكف أن يستغل وجوده في المستد تفرُّغًا لطاعة الله أن يستغل وجوده بكل ما يُقرِّبه إلى الله عز وجل ولا سيما الاجتهاد في قيام الليل وتحرِّي ليلة القدر فإن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وهي في الأوتار آكد وهي في السبع الأواخر آكد وآكد السبع ليلة سبعٍ وعشرين وعلم أن من حكمة الله عز وجل أن أخفى على عباده ليلة القدر من حكمته سبحانه وتعالى أن أخفى العلم بها لأمرين أولاً لأجل أن يجتهد الإنسان في طلبها وتحرِّيها كل ليلة لأن ليلة القدر لو كانت ليلةً معلومةً من العشر الأواخر كليلة سبعٍ وعشرين أو ستٍ وعشرين أو خمسٍ وعشرين لكان الإنسان يجتهد في هذه الليلة ويدعُ العمل فيما سواها فكان من رحمة الله تعالى بعباده أن أخفى العلم بها لأجل أن يجتهد العبد في تحرِّيها في كل ليلة الأمر الثاني من الحكمة ليتبين من كان جادًا في طلبها حريصًا على تحرِّيها وموافقتها ممن هو متخاذرٌ أو كسلان وقد يمنُّ الله تعالى على بعض عباده فيُريه ليلة القدر فيُريه ليلة القدر فالنبي صلى الله عليه وسلم أراه الله تعالى ليلة القدر كما جاء في الحديث الصحيح أنه قال أُريتُ في ليلتها أني أسجُدُ في ماءٍ وطين فوقف المستد ليلة إحدى وعشرين فلم ينصرِف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر إلا وعلى جبهته عليه الصلاة والسلام على جبهته أثر الماء والطين كذلك أيضًا في حديث ابن عمر أن رجالًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أُرُوا ليلة القدر في المنام فقال عليه الصلاة والسلام أرى رؤياكم قد تواطعت فمن كان متحرِّيها فليتحرَّها في العشر الأواخر وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا أَقُولِ قَالَ قُولِي اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَى فَاعْفُوا عَنِّي ولكن مع كون هذه الليلة قد أخفى الله تعالى علمها رحمةً بعباده وامتحانًا واختبارًا إلا أن لها علاماتٍ علاماتٍ مُقارِنة وعلاماتٍ لاحقة ليلةُ القدر لها علامات علاماتٌ مُقارِنة وعلاماتٌ لاحقة أما العلامات المُقارِنة فمنها قوةُ الإضاءة وشدَّتُها في تلك الليلة فإنها ليلةٌ مُضيئة وسببُ ذلك تنزُّل الملائكة ومن علاماتها أيضًا إنشراحُ صدر المُؤمن في تلك الليلة فإن المُؤمن يجدُ في صدره إنشراحًا وساعةً وطمأنينةً في قلبه ثالثًا من علاماتها حِرُصُ المُؤمن على العبادة وعلى إكمالها وإتمامها فتجدُ أنه يحرِص في تلك الليلة من غير الليالي يحرِص على العبادة ويجدُ في نفسه إقبالًا ورغبةً ويجدُ أيضًا حِرصًا على الإكمال والإتمام وهذا دليلٌ على أن هذه الليلة وهذا من علامات ليلة القدر من علاماتها أيضًا أنها ليلةٌ ساكنة بلجةٌ طلقة ليس فيها رياح ولا عواصف ولا قواصف ولا حارة ولا باردة فهي ليلةٌ ساكنة كما جاء في الحديث إنها ليلةٌ طلقةٌ بلجة يعني ليس فيها رياح ولا عواصف وليست حارة أو باردة بل هي تكون معتدلة هذه بعض علاماتها المقارنة أما العلامات اللاحقة فهي علامتان العلامة الأولى أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء ليس لها شعاع حتى إنك تجد الفاصل بين الشمس والظل كأنه خط العلامة الثانية العلامة الثانية استجابة دعاء من وفق لقيامها أن الله تعالى يستجيب دعاء من وفق لقيام تلك الليلة هذه هي العلامات الثابتة في السنة وفي غيرها ذكر بعض أهل العلم علامات ولكنها لا تصح فمما ذكره بعضهم قال إن من علامات ليلة القدر أنه لا يسمع فيها نباح الكلاب وهذه العلامة غير صحيحة وباطلة لأن الواقع يكذبها منها أيضاً ما ذكره بعضهم قال إن المياه المالحة تكون تلك الليلة عذبة وهذا أيضاً ليس بصحيح والواقع يكذبه ومنها أيضاً ما ذكره بعضهم من أن أشجار تنام تلك الليلة فهذا أيضاً لا يصح كل هذه العلامات الثلاث وغيرها مما لم ترد به السنة ولم يشهد له الواقع والاعتبار فإنه لا عبرة به فعلينا أيها الإخوة أن نجتهد في تحري ليلة القدر في ليالي العشر الأواخر وأيضاً أوصي نفسي وإياكم أن لا نلتفت إلى الرؤى والمنامات التي يدعي أصحابها أن ليلة القدر في الليلة الفلانية أو في الليلة الفلانية بل اعتقد أن كل ليلة من ليالي العشر هي ليلة القدر وهل يضرك ذلك؟ لن يضرك أنت متى اجتهدت في جميع ليالي العشر واعتقدت بقلبك أن كل هذه الليلة يحتمل أن تكون هي ليلة القدر لم يخرج الشهر إلا وأنت قد اجتهدت فيها إن شاء الله تعالى في الآية الكريمة يقول الله تعالى فتاب عليكم وعفى عنكم فيها أيضاً بيان منة الله عز وجل على عباده بالتوبة والتوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته والتوبة وإن كانت واجبة على الفور في كل زمان ومكان إلا أن لها شأناً عظيماً ولا سيما في الأماكن الفاضلة وفي الأزمنة الفاضلة لأن التشبث بالذنوب والمعاصي يوجب للإنسان أن يألفها وحينئذ يصعب عليه فراقها ولأن الذنوب والمعاصي سبب لحرمان عبد فضل ربه عز وجل فالإنسان قد يُحرم الخير والفضل بسبب الذنوب والمعاصي فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أُحِلَّت لهم وبصدِّهم عن سبيل الله كثيراً فالتوبة واجبة على الفور ولكن التوبة لا تكون نصوحاً مقبولةً عند الله تعالى إلا بشروطٍ خمسة الشرط الأول الإخلاص لله تعالى بأن يكون الحامل له على التوبة الخوف من الله الخوف من عقابه والرغبة في ثوابه لا يتوب رياءً أو سمعةً أو ليُثنى أو يُمدح عند الناس ثانياً الشرط الثاني من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب فوراً فلا تصحُّ التوبة من الذنب وهو مُسرٌ عليه فالذي يأكلُ الرباء ويقول أتوبُ إلى الله أو الذي يغتابُ الناس ويقول أتوبُ إلى الله هذه توبةٌ كاذبة وهذا نوعُ استهزاء بالله عز وجل كيف تدَّعِ التوبة وأن تبُن غمِسٌ في الذنوب والمعاصي الشرط الثالث من شروط صحة التوبة وكونها نصوحًا الندم على ما مضى بأن يحصل في قلبه ندمٌ وانكسارٌ وحسرةٌ على ما اقترف من الذنوب والمعاصي ويتمنى أنها لم تحصل منه الشرط الرابع من شروط صحة التوبة وكونها نصوحًا العزم على ألا يعود إلى ذلك في المستقبل فمن تاب من ذنبٍ ونفسه تُحدِّثُه أنه متى تيسَّر فعلَه فهذه أيضًا توبةٌ كاذبة لا بد أن تعزم على عدم العود إلى الذنوب والمعاصي في المستقبل الشرط الخامس من شروط التوبة النصوح أن تكون التوبة وقت القبول أن تكون التوبة وقت القبول ووقت قبول التوبة نوعان عام وخاص فأما العام فهو أعني ينتهي بطلوع الشمس من المغرب يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا وأما الخاص فهو حضور الأجل فإذا حضر الأجل لم تنفع التوبة قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر فالتوبة مقبولة ما لم يحضر الأجل فعلى المر أن يحرص على التوبة إلى الله تعالى لأنه لا يدري متى يفجأه الموت فليس بين الله تعالى وبين عباده نسب والإنسان لا يدري أيأتيه الموت وهو نائم على فراشه أم يأتيه الموت وهو في سيارته أو في مركوبه إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فعلينا أن نستعد لهذا اليوم والاستعداد لهذا اليوم إنما يكونوا بالعمل الصالح فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشتك بعبادة ربه أحدا ولهذا يخطئ بعض الوعاظ من يعيضون الناس ويذكرونهم يخطئون حينما يحثون الناس على التذكر والتفكر وما يكون يوم القيامة يعني الأحوال التي تكون يوم القيامة فيعضونهم ترغيبا وترهيبا ولكنهم مع ذلك لا يحثونهم على العمل الصالح وهذا خطأ لأنه ما فائدة الاعتبار والادكار والبكاء البكاء وكون الإنسان يتعظ ليس له فائدة إذا لم يقرن بالعمل الصالح الذي سينفعك عند الله هو العمل الصالح فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فالأعمال الصالحة هي التي تنفعك عند الله عز وجل والأعمال الصالحة متى حرص الإنسان عليها واغتنم أوقاته بالاستكثار منها فإنه يفلح في دنياه وفي أخرى لأنها تكون سببا لرفعة درجاته وتكفير سيئاته وزيادة إيمانه لأن الحسنات يذهبنا السيئات وهنا مسألة لو قال قائل لو قال قائل ما الفرق بين التوبة والاستغفار ما الفرق بين التوبة والاستغفار في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة وفي لفظ أكثر من مئة مرة فما الفرق بين التوبة والاستغفار الجواب التوبة والاستغفار إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر فإذا قيل التوبة دخل فيها الاستغفار وإذا قيل استغفار دخل في ذلك التوبة لكن إذا جمع بينهما قيل توبة واستغفار فإن التوبة أعم لأن التوبة تتعلق بأمر ماضٍ وحاضر ومستقبل بخلاف الاستغفار فإنه إنما يتعلق بأمر ماضٍ فالتوبة تتعلق بأمر ماضٍ لأن من شروط التوبة الندم على ما مضى وتتعلق بأمر حاضر لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب فوراً وتتعلق بأمر مستقبل لأن من شروط التوبة العزم على أن لا يعود إلى ذلك في المستقبل بخلاف الاستغفار فالإنسان يستغفر عما فعل لا عما سيفعل لأنما يكون في المستقبل أمره إلى الله عز وجل وثانياً أنه أيضاً لا تلازم بينهما فقد يحصل استغفار من غير توبة ولكن من لازم التوبة الاستغفار وعلى هذا نقول التوبة والاستغفار إن أفرد أحدهما دخل فيه الآخر فإذا قيل توبة دخل فيها الاستغفار وإذا قيل استغفار دخل في ذلك التوبة وأما إذا جمع بينهما وقرن بينهما فالفرق بينهما من وجهين الوجه الأول أن التوبة أعمل لأنها تتعلق بأمر ماضٍ وحاضرٍ ومستقبل بخلاف الاستغفار فإنه يتعلق بأمر ماضٍ فقط والفرق الثاني أنه قد تحصل التوبة دون الاستغفار أنه قد يحصل الاستغفار دون التوبة الفرق الثاني أن الإنسان قد يستغفر ولا يتوب فيقول أستغفر الله لكنه لم يتوب لكن يلزم من التوبة الاستغفار فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يقبل توباتنا ويمحو حوباتنا وأن يوفقنا لهدى وأن يجعل عملنا في رضا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يحفظنا بحفظه وأن يكلأنا برعايته وأن يديم علينا أمننا ورخاعنا واستقرارنا وأن يحفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها وأن يغفر لنا ولوالدين ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين إنه جواد كريم بر رحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعي بإحسان إلى يوم الدين ترجمة نانسي قنقر